موسيقى موجز الأنباء من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم أجرى وزير وشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطال يوم الجمعة بالرباط مباحثات مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولدعمر وتأتي هذه المباحثات في أعقاب مشاركة سيد ولدعمر في أشغال المؤتمر الدولي السابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو لتعلم الكبار المنظم بمراكش بشكل مشترك بين حكومة المملكة المغربية واليونيسكو تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أفدت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر ما بين 9 و30 و45 درجة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة وعضحت المديرية في نشاط إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه سيتم اليوم الجمعة تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و45 درجة بكل من جرسيف وتونات ووزان وفاس ومولي عقوب وخربقة والفقه بن صالح وبني ملال وقلعة سرغنة وتارودانت ووجد وطاطا وزقورة والراشدية وأسزاك وصمارة وأسرد ووادي الذهب وأشرت المديرية إلى أنه سيتم غدا السبت تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من وجدة وتارودانت وأسزاك والصمارة وأقادير الدوتنان وطاطا بالرباط جرى توشيح رئيس الجامعة الأورو متوسطية بفاس السيد مصطفى بوسمينة بوسام صليب الاستحقاق المدني من درجة قائد بالمملكة الإسبانية اعترافا بعمليه المتميز وانخراطي في تعزيز التعاون الجامعي بين البلدين وتسلم السيد بوسمينة وسام الاستحقاق من سفير إسبانيا بالمغرب السيد ريكاردو ديث هوشينتنر باسم العاهل الإسباني فليبي سادس خلال حفل حضرته العديد من الشخصيات من عوالم السياسة والأعمال والديبلوماسية والفن والإعلام بمدينة الداخل أجرى وفد من المجلس الوطني للمقاولة الخاصة في باناما سلسلة لقاءات مع السلطات المحلية ووقف على حجم المجهودات التي تقوم بها المملكة على مستوى التنمية والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في هذه الجهة وأبدأ الوفد الاقتصادي البانامي إعجابه بمستوى التنمية في مدينة الداخل والأوراش التي تم إطلاقها في هذه الجهة كما قام الوفد الاقتصادي البانامي بزيارة إلى ميناء الداخل الأطلسي الجديد ومؤسسة التكوين التابعة لمؤسسة فيسبوغراع مركز الداخل لتأهيل الكفاءات تبت المفاوضية الأوروبية اليوم الجمعة في مسألة منح أوكرانيا وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن أي ضوء أخضر سترافقه شروط وينبغي أن تتم المصادقة عليه بإجمع الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل قبل بدء مفاوضات طويلة خلال زيارة الكييف الخميس قال الرئيس الفرنسيو إيمانويل مكرون الذي رفقه المستشار الألماني أولف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو درانجي قال إن باريس وبرلين ورومة تؤيد منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة رسميا فورا من جهته أكد رئيسه الأوكرانيو فلودو مارزلينسكي أن أوكرانيا مستعدة للعمل من أجل أن تصبح عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بلدان العالم كافة إلى زيادة استثماراتها في مجال الصحة النفسية وأكدة أن المعاناة هائلة على هذا الصعيد وقد تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19 وحتى قبل بدء الجائحة كان حوالي مليار شخص في العالم يعانون نوعا من الاضطرابات النفسية وفق ما أعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في دراسة هي الأوسع لها بشأن الصحة الذهنية حول العالم استغرق إعدادها عقدين من الزمن وخلال سنة الأولى من الجائحة ازدادت نسب الإصابة بالاكتئاب والقلق بواقع الربع ولفت التقرير إلى أن شخصا من كل ثمانية أشخاص في العالم تقريبا يعاني اضطرابا ذهنيا تم اختيار مدن مكسيكو ولوس انجلس وتورونتو ضمن قائمة المدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 26.000 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة من البطولة تستضيفها ثلاث دول وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن قائمة مكونة من 16 مدينة من بين 11 مدينة في الولايات المتحدة وثلاث مدن في المكسيك ومدينتان في كندا خلال حدث خاص في نيويورك وتستضيف المكسيك التي سبق أن نظمت كأس العالم في سنتي 70-900 و86-900 المباريات في مدن مكسيكو ومونتيري فيما تستضيف كندا التي تنظم كأس العالم أول مرة مباريات في فونكفورت وتورونت نهاية هذا الموجز مشاهدين تفاصيل أوفعنا أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على موقعنا الإلكتروني M24TV.ma أطيب التحاية لكم ونهاية أسبوع موافقة إلى اللقاء